هذا الشعب الذي أحسن الهتاف وأحسن المطالبة وأحسن الصمود والبقاء في ميادين مصر كلها وعلى رأسها ميدان التحريق لن يسيء الاختيار ولن يخطئ التقدير ولن يجانب الصواب عندما يصوت لمن يريده رئيسا للهنورية للسنوات الأربع القادمة وهذا البلد غير مستعصن على الإصلاح لأن عناصر الخير فيه موجودة في كل شبر من أرضه سلام عليكم أنا عمر خالد لعب كرة قدم في نادي جولدي دور الدرجة الثالثة اللي هو دوري مظليم وكنت عايز أسأل دكتور سليم العوة دكتور محمد سليم العوة اللي قدته في تطوير كرة القدم وخاصة الدوريات اللي هي دور الدرجة الثانية والدرجة الثالثة عندها مشكل كتير جدا منها أن احنا أول مشكلة أن احنا بنلعب في ملاعب بايزة جدا لنصها رمل ونصها جيلة وده بينتج عن حدوث إصابات كتيرة وقطيرة للاعبين كرة القدم لأن الأرض ليس مش ثابتة تاني مشكلة إحنا عندنا ما فيش وسيلة ناقل بتودينا الماتشات يعني احنا كل اللعيب بيروح الماتشات لوحده بمواصلاته خاصة ده بينتج باردو عن يعني استهلاك طاقة اللعيب بايزة الماتشوش بدون طاقة بسبب إن هو يعني المواصلات أحلاكته فكنت عايز حس أحررتك يعني النوقت دي هتهتم بها ازاي وهتطورها ازاي شكرا كابتن عمر خالد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أشكرك على سؤالك واهتمامك بمسألة كرة القدم ولا سيما فيما تسميه دوري المظاليم الحقيقة أن المظاليم هم الرياضيين كلهم في مصر لا توجد في مصر الرياضة بتاخد حقها بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة من الدولة والاهتمام بدوري الدرجة الأولى والثرق القومية لا يعني ولا يبوز أن يعني إهمال فرق الدرجة الثانية والدرجة الثالثة لأن دي المدارس اللي بتطلع اللاعبين النواب والذي حضرتك إن شاء الله بيلعبوا في فرق الدرجة الأولى ثم في الفريق الوطني المصري أنا ببص الكرة القدم على أنها جزء من المنظومة الرياضية الشاملة جزء من منظومة بناء الأجسام وتقوية العطاء الرياضي في الوطن العطاء الرياضي ليس قاصلنا على كرة القدم بس كرة القدم جزء كبير منه جدا لأنها اللعبة الشعبية الأولى في مصر فبإذن الله حندعم نادي الأندية وحنغير الوضع السيء اللي هي فيه زي ما حضرتك بتقول ملاعب مصرانجيل ونصرات راب ومش قدرين تلاقوا أوتوبيس للنادي يوديكم المنشارة فكل واحد بيروح لوحده دي طبعا عيوب تدل على قصور الجهاز الرياضي في الدولة في أداة واجباته أنا سمعت أنك في نادي جولدي نادي جولدي طبعا نادي قطاع خاص وأظن أن أتابع لشركات الدكتور أحمد باكت إذا كان كذلك فعلى هذه الشركات أن تعقني بنواديها ولو كانت في دوري الدرجة الثالثة ميكان فيش من نادي لازم يتابع العناية به وبلاعبيه ومدربيه وأرضه وانتقال اللاعبين للمباريات والتدريب وما إلى ذلك ده كله إن شاء الله كابتن عمر يكون في خطتنا وأنا متشكر أبي على سؤالك وإن شاء الله تسمع وترى بنفسك التغيرات التي تحصل في المجال الرياضي بمجرد ما تبدأ الحكومة والدولة الجديدة اشتركوا في القناة